استؤنفت صباح اليوم حركة عبور شاحنات المساعدات والمواد البترولية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح البري في اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي حيث دخلت اليوم سبعون شاحنة مساعدات وعشر شاحنات وقود وفي السياق ذاته لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تمارس إجراءاتها التعصفية لمنع وصول المساعدات من خلال السياسة التباطئ والرفض العبوري عدد من الشاحنات المزيد يطلعنا عليه مراسل التليفزيون المصري محمد الخطيب دعم مشاهدين الكرام بعد التحية لازم نتابع معكم كافة الجهود المصرية المبدولة من أجل إنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بحسب رصدنا ومتابعتنا لحركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم فإن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت بالفعل واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم نتحدث اليوم عن عبور سبعين شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ومعيشية هذا بالإضافة إلى عبور أكثر من عشر شاحنات تحمل مشتقات للبترول منها أربعة للغاز وخمسة للسولار وشاحنة واحدة فقط للبنزين هذا بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لعبور حوالي ثماني شاحنات من المساعدات التي تحمل مسلزمات خيام ومسلزمات للأطفال كالبن الأطفال والخضروات والمعلبات وغيرها وبالفعل قامت من هذه السيارات أو من هذه الشاحنات قامت بمنع شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية هذا البرنامج التابع للأمم المتحدة إذن نحن أمام عراقيل مستمرة يضعها الجانب الإسرائيلي من أجل الانتقام من الشعب الفلسطيني الشقيق كنا على مدار الأيام القليلة الماضية تابعنا أيضا حركة دخول وخروج الشاحنات وبالفعل قامت تقوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع يعني معظم الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وخاصة الشاحنات التي تحمل طحين ودقيق وأيضا الشاحنات التي تحمل مسلزمات لخيام بالرغم من التحذيرات الأممية ومنظمات الأمم المتحدة الكبيرة بأن هذه العراقيل سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من مدينة العريش وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو